اشتركوا في القناة سيدنا رسول الله على آله وصحبه وبعد الإجابة على هذا السؤال هي أن الله يغفر الذنوب جميعا ما عدا ذنب واحد فقط هو الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وفي قولي تعالى قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم يعني أصرفوا في ارتكاب الذنوب لا تقنطوا من رحمة الله هي الجملة القادمة إن الله يغفر الذنوب جميعا وتلاحظ يعني لم يقل فالله يغفر الذنوب جميعا طبعا اللغة العربية هي اللي بتوزع المعاني كده لأنه فالله يغفر الذنوب جميعا رغم أنه يعني ذكر أو يقول فالله يغفر الذنوب دي تفيد أنه سيغفر في أكثر من أدد توكيد هنا لكن يغفر الذنوب جميعا إن الله وجميعا ده بقى يعني أظن توكيد قطعي توكيد قطعي أنه سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا ولا ذنب يعلو على مغفرة الله أو يصعب على مغفرة الله سبحانه وتعالى لكن في هذه الآية لم يستثني الشرك لا لا لازم القرآن يأخذ مع بعض وعشان كده لو خبأت الآية التانية دي أو محدش عرفها يغفر الذنوب جميعا حيطخل فيها الشرك حتى تبقى عاملة زي لا تقرب الصلاة آه تقرب الصلاة تيجي التاني بقى اثنين مع بعض معناها أن الله أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا إلا ذنب الشرك طبعا كلام كثير يوم القيامة سبحانه وتعالى قد يعني هو لا يخلف الوعد ده ما فيش يعني وعد الصالح حين وعده كذا وكذا وكذا لكن قد يعفو عن الوعيد في وعد وفي وعيد الوعد إذا كان وعدا بالأعمال الفاضلة أو بيعني العاقبة الحسنة وفي وعيد ده الزار الزار والتعقب بالعذاب أو يعني فالله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده ولكن يعفو عن وعيده لأن من شأن الكرام هكذا ودي صفة يعني حتى وإني أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي الكرم الإلهي آه فإذا الكرم الإلهي ده مفتوح ومفتوح يعني لا أقول لك إنه لا باب له عشي يغلق طب ماذا عن الكبائر يا مولانا؟ الكبائر فإحنا عندنا أجبنا عن أن الزنوب كل الزنوب تغفر ما عدا الشرك ما عدا الشرك سواء تاب في مذهب أهل السنة الواتسعين في المئة من العلماء المسلمين سواء تاب أو لم يتب يعني قد يغفرها له وهو لم يتب فإذن المعتزل يقولون أنه إذا لم يتب يجب أشوف كمان تعبير قاسي جدا لا يجب على المين اللي حيوجب يعني كله وخلقه وقبض يدي سبحانه وتعالى فقالوا إذا لم يتب العب خلاص دعاصي ومزنب ويجب على الله سبحانه وتعالى أن يعزب هذا العاصي وهنا تنشأ عندنا مسألة يعني خطيرة خطرتها أنها يعني تخرج من دائرة الروقة العلم والتدريس إلى الشارع وهي مسألة مرتكب الكبير معروفة كده مرتكب الكبيرة اللي هو الكبائر اللي احنا قلنا عليها يغفروها الله معادة كبيرة الشرك ده حاجة تانية وده هو رأس الكبائر الشرك طبعا فمثل هذه الكبائر لو ارتكبها لعبد حكمه ايه الديني نمازج عن الكبائر يا مولانا الكبائر يعني هي محددة ومن حسن الحظ قليلة يعني يعني طبعا القتل عقوق الوالدين من الكبائر ومن أكبر الكبائر الزنا شرب الخامر الغاصب الظلم كل هذه كبائر كبائر هناك الكبائر المتعلقة بالقلب هي أمراض القلوب أو آفات القلوب ويعني خير من كتب فيها حقيقة علماء التصوف وفي مقدمتهم الإمام الغزالي رحمه الله رضي الله عنه يعني شرح عجائب القلب ولكن هناك الكبائر الأخرى اللي هي يقع فيها عامة الناس وهي القتل وفي قدمتها القتل وعقوق الوالدين والزنا وشرب الخامر والتولي يوم الزحف يعني يوم الجهاد الهروب من الجهاد فعموماً هذه الكبائر ما حكم من يرتكبها هل هو لا يرتكبها وهو مسلم ولا يخرج إلى الكفر ولا حالته إيه طيب إيه الإجابة الإجابة هنا برضو معناش يعني مهمة أن نعلمها جميعاً هنا عندك سلاس ضواف ضائفة اسمها الخوارج ودول من أيام سيدنا علي يكفرون بالكبيرة وذلك مرتكب الكبيرة كافر عند الخوارج إلم يتب وإلم وإلم طيب دول جماعة عرفناهم تيجي لل طبعاً أهل السنة معروفين ما شاء الله لا كافر ولا حتى تسمي هذا هو مرهون برحمة الله وغفرانه ومكتوبه في الدنيا والآخرة ده من رحمة الله أنهم غالبية بغالبية طبعاً ما هو طبعاً لأن ده الحق ده المذهب الحق تيجي في مذهب ثالث اسم مذهب المعتزلة أو يعني برضو هما أخذ لبالك الخوارج ما بنكفرهمش حتى سيدنا علي لم يكفرهم قال لا أقول كذا وإنما هم إخواننا بغوا علينا كل ما فيها أنهم ناس بغاه بغوا علينا تيجي للمعتزلة برضو ما نقدرش نقول أنهم كنفار أبداً سألة التكفير خطيرة وتفقنا على ذلك يصموا نفسهم أهل العدل والتوحيد المعتزلة يعني زي ما تقول حضرتك في أمثلاتنا ده وقف في منتصف السلم قال والله أنا مقدرش أقول عليه كافر لأنه عنده إيمان بالله طيب أن سميه مؤمن قال ما ينفعش لأنه هو مرتكب للذنوب هو موحد بالله طبعا موحد بالله ده تعريف طبعا ولكن لا يطلقون عليه اسم الإيمان طيب لأن الظنوب عنده سلبت هذا الإيمان ولا أسميه كافرا لأنه عنده أصل الإيمان يعني دور له التوحيد التوحيد يقول عنده التوحيد فنفع عنه صفة الكفر وعنده الكبائر تنفي عنه صفة التوحيد فهم هكذا طيب نسميه إيه قالوا نسميه فاسق 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 طيب إيه رأيكم الفاسق ده إذا لعذاب الوحد ولا حيروح مع الكفار في جهنم مع الكفار وحيروح مع المؤمنين في الجنة قالوا لا هو في منزلة بين المنزلتين فإذن آدي عندنا ثلاث مدارس اللي هما أهل السنة أن مرتكب الكبير مسلم ومؤمن سميه عاصي سميه عاصي سميه فاسق سميه فاسق لكن مش فاسق بمعنى المعتزل المعنى المعتزل الفاسق هو الذي في منزلة بين المنزلتين ليه عذاب لوحد وبين الجنة وبين النار وهذا مذهب شاز رغم أن المعتزل فيهم عباقرة حقيقة لكن لما المنطلق يكون ضيق ما تقدرش تتسع بعد ذلك هتظل في هذا الضيق في كل مقولاتك التي تترتب على هذا المنطلق طيب ماذا لو مات مرتكب الكبير دون أن يتوب؟ عند المعتزلة يجب عقابه في منزل بين المنزلتين عند الخوارج دكافر عند أهل السنة هذا مؤمن وأمره مفوض إلى الله حتى كانوا يحفزوننا ونحن صغار في السنوة ومن يمت ولم يتوب من ذنبه فأمره مفوض لربه هذه منظومة كثيرة في العقائد فده في باب مرتكب الكبير ومن يمت ولم يتوب من ذنبه أو مات مرتكبا للكبير فأمره مفوض إلى الله ومن يمت ولم يتوب من ذنبه فأمره مفوض لربه إن شاء عقبه وإن شاء عفوه طبعا هو عفو فالمشكلة فيه المشكلة أن هذا المذهب هو مذهب الخوارج هو الذي يظهر بين حين وآخر ليكفر المسلمين العصاه أي واحد مرتكب كبير ولم يتوب يكفرونه ثم يحلون دمه وكل الحركات التي تسمع بها أخيرا والذين ينطلقون من هذا المبدأ ده التطرف ده التطرف ولذلك عندهم مثلا أول حاجة الحكام يحكمون بغير ما أنزى الله هذه معصية ويرتكبونها ويستقرون عليها إذن هم كفار إذن هم حلال الدم يلا اعملوا ده التطرف حين يتحول الإرهاب طبعا ولذلك أساس التطرف هو هذا المذهب لأن أصله هو لا يقتل إلا إذا اعتقد أن قتله مباح أو أن دمه حلال من اللي بيديله أنه ده دمه حلال؟ أنه اعتقاده أن الكبيرة الكبيرة المصرعة الكبيرة كافر لكن شوف بقى يعني كل الأئمة يعني والله هم كمان مليجوا حاجة عشرة في المية ولا شيء يعني هذا هو مذهبهم فضلية الشيخ ماذا ينبغي أن نفعل لكي نترجم إيماننا ومعرفتنا بأن من أسماء الله الحسنة الغفار في حياتنا وفي سلوكنا اليومي؟ طبعا يعني التخلق بهذا الخلق هو أن الإنسان يغفر لأخيه الإنسان نعم ويعفو عنه ويصفح ويتعود هذا الصفح وبعدين برضو يحتاج علشان يعتعود يحتاج إلى يعني إلى التأسي ويتقصى المواقف النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم في مثلا وليعفو وليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم لأنك كما تحبون أن الله يغفر لكم فأنتم أيضا مضالبون بأن تغفروا لبعضكم البعض لا لمن يخضى في حقكم وهذا هو أهم درس من هذه الحلقة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين شكرا جزيلا لكم على هذه الرحلة النورانية مع اسم الله الغفار وأحبائنا الكرام إلى ملتقا جديد مع الإمام الطيب نترككم في رعاية الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة